بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد في هذا اللقاء وفي إطار برنامج الإمام الشاطبي لمآذب القرآن الكريم حديثي إليكم حول وقفات مع صورة الملك صورة الملك صورة مكية عدد آياتها ثلاثين ولها تمانية أسماء في كتب التفسير وعلوم القرآن وهي صورة الملك وتبارك الذي بيده الملك وتبارك الملك والمانعة والمنجية والواقية والمناعة والمجادلة غير أنها الشهرت باسم صورة الملك ولهذه الصورة فضل عظيم ففي الحديث الذي رواه الترمذ وأبو داود وابن ماج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك كما جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قراءتها كل ليلة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لأنها تنجي من عذاب القبر والمقصود بهذا أن يقرأها الإنسان كل ليلة وأن يعمل بما فيها من أحكام ويؤمن بما فيها من أخبار وصورة الملك صورة مكية تطرقت إلى ذكر صفتين من صفات الكمال لله تعالى هما القدرة والملك وذلك في أول آية في الصورة وهي قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وصورة الملك غيرها من الصور المكية تبدأ بالتعريف بعظمة الخالق تبارك وتعالى وبتفرده بالحق وحده وهذه من أعظم مقاصد صورة الملك كما تدعو المسلمين جميعا إلى التأمل والتدبر في خلق الله تعالى والتفكر بإتقان صنعته سبحانه وتعالى قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقر بليك البصر خاسئا وهو حسير وقد جعل الله تعالى ذلك في آيات جليلة تسلب لدهانا وتسحر القلوب بجمالها وصدقها ومن مقاصد صورة الملك أن الله تعالى يبين فيها فضيلة الإيمان بالغيبيات التي ذكرها الله ويوصي بمراقبة الله تعالى في السر والعلن من قبل المؤمنين قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ومن مقاصد صورة الملك أيضا وجوب التوكل على الله تعالى وحده لا شريك له والابتعاد عن اللجوء لغيره من العبيد لأن الله وحده من يملك الظر والنفع قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ومن مقاصد صورة الملك أيضا أن يعلم المسلمون أن الله وحده القادر على إنزال المطر بعد الجفاف ولا أحد غيره يستطيع أن يأتي بماء معين لعباده المسلمين جملة القول أن صورة الملك تناولت ثلاثة أهداف أولا إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة ثانيا إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ثالثا بيان عاقبة المكذبين الجاهدين للبعث والنشور وتجدر الإشارة إلى أن صورة الملك مليئة بصور من الإعجاز العلمي نذكر على سبيل المثال للحصر قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لاحظوا معي في هذه الآية أن الله تعالى قدم الموت على الحياة الذي خلق الموت والحياة وهذا ليس عبثا إن العلماء الأحياء حاليا يتحدثون عن وجود برمجة للموت داخل الخلايا قبل حياتها ويؤكدون على أن كل خلية وخلية إلا ومبرمجة على الموت قبل الحياة وأن الموت مخلوق مثله مثل الحياة وأنه لو لا وجود الموت لم توجد الحياة وكأن الموت هو الأصل ونرى في هذه الآية كيف يتحدث المولى تبارك وتعالى عن الموت قبل الحياة ويخبرنا أن الموت مخلوق مثله مثل الحياة وهذه الآية نزلت في عصر لم يكن أحد يعلم شيئا عن حقيقة الموت أو الموت المبرمج ولذلك فإن هذه الآية تمثل سبقا علميا في علم الطب ويؤكد علماء الخلايا أن كل خلية خلية من خلايا الجسم إلا وتم برمجتها على الموت قبل الحياة فبرنامج الموت يبدأ مع أول خلية خلق منها الإنسان ويرافقه حتى يموت بنظام دقيق لا يختل أبدا ومن صور الإعجاز العلمي أيضا في سورة الملك قول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا خلق الله الكون خلق الله الكون وخلق فيه المجرات ملايين المجرات ومن ضمنها مجرة التبانة التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها الأرض التي نعيش فوقها فجعل موقع الأرض التي نعيش عليها بمكان يمكننا من العيش فوق الأرض فالمسافة بين الأرض والشمس تساوي حوالي 150 مليون كيلو متر ولو كانت الأرض أقرب إلى الشمس بقليل لحترقت الأرض ولو ابتعدت الأرض قليلا عن الشمس لتجمدت الأرض كما أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة جد هائلة يعني أزيد من 1500 كيلو متر في الساعة كما تدور الأرض حول الشمس بسرعة جد جد هائلة حوالي 30 كيلو متر في الثانية يعني سرعة جد جد هائلة ورغم هذه السرعة فالإنسان لا يحس بهذا الدوران السريع بل يعيش فوق الأرض بأمن وأمان ويسرح فيها ويمرح كيف يشاء ويزرع ويحصد ويبني ويشيد فوق هذه الأرض الذلول الطائعة اللينة والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق الكونية هو الذي جعل لكم الله ذلولا يشير إلى هذه الحقائق الكونية ليعيها كل واحد منا ويتفكر في قدرة الله وفي ملكه وفي عنايته بكل شيء وبمقدار ما يعي الإنسان هذه الحقيقة يلبي دعوة الرحمن بالمشي في مناكبها والأكل من رزق الله فيها والرزق هنا أوسع مدلول مما يتبادر إلى أدهان الناس إذ أنه لا يقتصر على كسب المال فقط وإنما يتعداه ليشمل استثمار كل ما أودعه الله في جوف هذه الأرض من الأرزاق المخبوءة من معاد صلبة وسائلة ومن أرزاق ظاهرة كالنباتات وحيوانات والزروع والثمار وغيرها على أن الرزق مقدر من قبل الله بزمن محدد في علمه وتدبيره فإذا انقضى هذا الزمن كان الموت وكان النشور والرجوع إلى الله فإلى أين المصير إن لم يكن إلى الله وكيف يكون لغيره والملك بيديه ولا ملجأ منه إلا إليه وهو على كل شيء قدير بارك الله دي ولكم في القرآن الكريم وفي حديث سيد الأولين والآخرين وأجارني الله وإياكم من عذابه المهين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين